اشهد المرصد العربي لحقوق الإنسان بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في مملكة البحرين والذي يأتي استكمالاً للتزام مملكة البحرين الدولي الناشع عن انضمامها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية واعتبر المرصد العربي لحقوق الإنسان أن هذا القانون يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة الإصلاحات الواسعة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان كما يمثل خطوة مهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وضف المرصد أن هذا القانون سيعزز بشكل كبير من المنظومة التشرعية الداعمة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تحرص قيادة البلاد في المملكة على تطويرها وتحديثها باستمرار بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها لتعزيز وحماية الوضع القانوني للأطفال باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام في المجتمع وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على أن تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال هذا القانون الجديد وتوفير الرعاية الشاملة لهم سيساعد بشكل كبير في إخراج الأطفال من المنظومة العقابية وإجراءاتها الجنائية وإدخالهم إلى منظومة الحماية والإصلاح وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع على نحو يمكنهم من بناء شخصيتهم في ظل بيئة إصلاحية تقدم لهم كافة أشكال الحماية اللازمة وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين بإصدارها هذا القانون تؤكد ريادتها في تطوير التشريعات الداعمة لحماية حقوق الطفل على المستوى العربي لا سيما وأن القانون الجديد جاء مكملا لقوانين أخرى أصدرتها المملكة لحماية حقوق الطفل ترجمة نانسي قنقر